نهاردة هو رابع أيام عيد الأضحى المبارك وثالث أيام التشريق ودي أيام طاعة وذكر لله تعالى تعالوا نشوف فضائل هذه الأيام والأعمال المستحبة التي تقربنا من المولى عز وجل في ثالث أيام التشريق مع دكتور أحمد ممدوح أمين الفتوى بدر الإفتاء صباح الخير والسعادة والأمل على حضراتكم مشاهدين الكرام كل عام وأنتم بألف خير ونحن نمر بهذه الأيام المباركة أيام عيد الأضحى المبارك خلينا نتكلم عن أحكام هذه الأيام المباركة أحكام الأضحية وأيضا أيام التشريق لكن نرحب في البداية بضيفي العزيز دكتور أحمد ممدوح أمين الفتوى بدر الإفتاءة المصرية دكتور أحمد كل عام وأنتم بخير وأهلا بك أهلا وسهلا كل عام وأنتم بخير مرحبا وظائف أيام التشريق هنا ما على المسلم غير الحاج في هذه الأيام هو طبعا كما نبهنا في الحلقة السابقة إن إشاعة ثقافة السرور والفرح أيامه أكل وشرب وذكر لله عز وجل إنسان يفرح ويفرح اللي حواليه يحاول أن يصل رحمه يحاول أن يسعد أولاده ويدخل السرور والبهج عليهم يصل الفقراء يأخذ العذات والعبرة التي يستطيع أن يستخلصها من هذه الأيام وينقلها لأولاده ويحكي لهم قصة سيدنا إبراهيم وكيف كان الأمر وطاعة الله وإن الإنسان زي ما الجوارح بتاعته ليها عبادة كذلك عقله ليه عبادة عقله ها الجوارح مكلفة بالصلاة بالصوم بترك المنكرات بكذا إلى آخره والعقل مكلف بالإيمان بالغيبيات نعم فسيدنا إبراهيم لما جالوا الأمر الإلهي قال سمعنا وأطعنا لما سيدنا إسماعيل عرف أن أباه جاءه الأمر الإلهي قال أيضا سمعنا وأطعنا مش طاعة لأباه بخصوصه نعم إنما طاعة لله الذي أمر أباه فلما رأى الله سبحانه وتعالى منهم الطاعة والانصياع رفع عنهم التكليف هذا وفديناه بذبح عظيم من ضمن هذه الأيام والوظائف دي اللي هو الطاعة الأسرة كلانا تكون مجتمعة حالة البهجة والسرور والذبح لما نستطاع أن يسبح ويتقرب إلى الله بذلك ويصل بقى بعض الناس تسبح تحب تسبح قبل العيد يقول لك في الوقت فاضي فإذا زبح قبل العيد يتكون هذه قربة مطلقة ما تكونش أضحية الأضحية المخصوصة ما تكونش عبادة الأضحية لا تعد أضحية لا تعد أضحية تبقى قربة مطلقة نعم وقعد بيتصدق صدق لكن المعاد يبدأ من أول أيام العيد المعاد يبدأ من بعد الشروق بحوالي ربع ساعة تلت ساعة كده نعم إذا زي ما احنا بنعمل يعني بنصلي بنسمع الخطبة بنطلع الناس تتبح يعني هو توقيت اللي الناس بتعملوا ده وتستمر المشروعية إلى مغرب آخر أيام التشريك مغرب رابع يوم يعني ممكن اللي يفوته تدبح في الأول يتبح بالليل يتبح تاني يوم يتبح ثلاث يوم بالنهار بس بالليل مش هتفرق دي كلها وقت موسع للقيام بالأضحية إن الإنسان اللي بيتبح بيقسم الزبيحة أثلاثا ثلاث أتلات ثلاث أنصبة مش ضروري إن كل النصيب يكون قد التاني يعني مطلق أنصبة صحيح يأخذ هو نصيب ليه والأهل بيته ونصيب يصل بحبيبه وجرانه وأصدقاءه ومعارفه ولا قارب ونصيب للفقراء والمساكين نعم فيدخل على قلوبهم السرور والبهجة ويشبعهم ويفرحهم يعني الجميع مصرور في هذه الأيام هو ده اللي احنا عاوزين صحيح كمان وإحنا بنتكلم عن أيام العيد وهذه الأيام المباركة والسرور عند الجميع إذا يشعر المسلم أن ربنا تقبل منه هذه الطعاط خلال هذه الأيام والأعمال المباركة هو دايما الإنسان في وجل يعني عندي جناحين جناح اسمه الخوف وجناح اسمه الرجاء نعم فيقاء الأهل الله يقولون لك جناحين جناحه الخوف وجناح الرجاء فاحذر أن تكون مهيض الجناح يعني ما تبقى تخليش واحد من جناحاتك مكسور مش هترفرف إلا بالجناحين صحيح فاحنا بنحسن ظننا في الله سبحانه وتعالى وبنقول ربنا مش هيكسفنا وربنا هيكبر بخطرنا وربنا كريم وربنا أصلا مستغني عننا وعن عبادتنا وعن كل الأشياء دي وهو سبحانه وتعالى اللي حط في نفسي الفكرة وحط في نفسي الرغبة وأقدرني على فعلها صحيح ويسر للإرشان اللي عرفت أجيب بيهم الأضحية يعني هو يسر للأسباب فكل دي يعني على ما تخلينا أقول والله يعني ربنا هتقبل مني ومع ذلك أقول الله ربما أخشى أن يكون في حاجة حصلت عكرت إخلاصي حاجة حصلت كعبلت القبول وعاقته فيعني إيه ما تبقاش مطمئن أوي وما تبقاش يائس تحسن ظنك بالله وتقول وتقول كما قال سيدنا إبراهيم وسيدنا إسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم ربنا تقبل منا جميع الأعمال دكتور أحمد كمان وإحنا بنتكلم عن تقبل ربنا لأعمالنا وهذه الأيام المباركة هل من ممكن هنا المسلم إذا فعل أو ربنا قدره يعني أنه فعل كتير من أعمال الخير والأضحية وأيضا يعني الصلاة الرحم وتوزيع على الفقراء هل هنا فكرة أن يوم عرفة أو هذه الأيام المباركة يعني تغفر ما تقدى وما تأخر سنة مقبلة وسنة سابقة هل هنا ممكن يتهاون في المعاصي خلال العام المقبل بأنه يعني فعل الخيرات في هذه الأيام ومغفور له مسبقا يعني ده سؤال جيد وطبعا ورد في الحديث الشريف أني أحتسب عند الله أن صوم عرفة يكفر السنة الماضية والسنة الآتية نعم فصوم عرفة ده موسم جليل جدا جدا لغير الحاج يشرع صيامه وصومه كما قلت لك يكفر خطايا سنة فاتت وسنة مقبلة صحيح والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان كفارة اللي ما بينهما كمان وإن الوضوء تنزل الخطايا من الماء المتقاطر وأن المسلمين إذا التقي فتصافحها تحاتت عنهما الخطايا كما تحات الأوراق عن الشجر أوقات وأفعال كتيرة جدا حاجات كتيرة فيها المعاصر هل كل الزنوب قابلة للتكفير الجواب لا أي دا كان سؤال مهم جدا فكرة أن فيه ناس بتتخيل أن الصغائر أم الكبائر وغيره يجب الذي تكفره الطاعات ولو بلا توبة الصغائر الصغائر الزنوب تنقسم إلى صغائر وكبائر نعم بالنظر إلى الله من تمت عصيانه المولى الجليل ما بنقولش فيه صغائر وكبائر إنه بالنظر إلى العبد المسكين فيه معصية صغيرة ومعصية كبيرة الكبائر لها علامات ألف واحد من العلماء اسمه الشيخ عبدالله الغماري كتاب اسمه تنوير البصيرة ببيان علامات الكبيرة بين فيه إيه العلامات أربعين علامة أعرف هتدي بيها أن الفعل دا كبير إنه ينبني عليه لعن ينبني عليه طرد من الرحمة الله يصرح إنه كبيرة إنه من الموبقات إلى آخر ما ذكر يعني صحيح ليس منه ذكر هذا الكلام في الكتاب الجليل بتاعه أما ما لم يتحقق فيه هذه الشروط فهو من الصغائر زنب ومعصية والإنسان يبقى متوعد فيه بالعقاب ولكنه من الصغائر الصغيرة دي تكفرها الطاعات الطاعات تكفر الزنوب أي الصغائر فمثلا واحد عمل زنب من الصغائر وتوضى يغفر له إن شاء الله وينزل أما الكبائر فلا تكفر إلا بتوبة خاصة يعني لازم عشان الطاعات تكفرها توبة مخصوصة لازم شرط وهو التوبة تتوب اعمل بقى الطاعات تكفرها لإيه تكفر الخطايا حتى لو الصغائر متعلقة بالآخرين يعني مش صغائر بس إنه ممكن كمسلم فعلت ذنب صغير في حق نفسي لو في حق الآخرين في حق الآخرين في حقين هنا في حق الآخرين في حق الآخرين وحق الله لأن الزنوب إما ذنب بين الإنسان وبين الله وإما ذنب بين الإنسان وبين العباد الزنب اللي بين الإنسان وبين العباد ده في حق في جانب لله برضو ما هو ربنا قال لك ما تغتبش فلان صحيح فأنت عصيت الله واغتبت فلان فبقى فلان لي عندك حق وربنا لي عندك حق فأنت أما بالتوب ربنا يقبل منك ويعديلك فيما يتعلق به أما فيما يتعلق بالعبد قالوا عباد الله حقوق العباد عفوا مبنها على المشاححة يعني ايه جاي من الشح مشاححة يعني ما فيش ضد المسامحة حقوق الله مبنها على المسامحة وحقوق العباد مبنها على المشاححة يعني لازم صاحب الحق يعفو عنك مباشرة أو ربنا سبحانه وتعالى يمكن يوم القيامة يتحمل عنك ويرضي صاحب الحق لغاية ما يعني يبزل بس دي حاجة يعني الله أعلم تحصل ولا ما تحصلش لكن يظل الحق متعلق برقبة الإنسان إلى أن يسامح صاحبه فلذلك الإنسان لا يراهن على مسألة أن الطاعة تكفر الزنوب في حق الكبائر وفي حق الصغير أيضا لا أحد يضمن ولا يدري هل أصل لحوق الوعد أو الوعيد بشخص معين لازم فيه من وجود شروط وانتفاق موانا فانت عملت الطاعة هل كل شروط هتحققت هل كل الموانع زالت مش عارف فلذلك دايما الإنسان كما قلنا قبل قليل فيه وجل من عدم القبول ولذلك تكت بعض السلف وسيدنا عمد الله بن عمر صحابي جليل بيقول لو أني أعلم أن الله قد قبل مني ركعتين لا يعني اطمأننت أو لا تمنيت الموت أو نحو هذا يعني هو ما عندهش تأكيد على قبول أي طاعة ده من الأمور الخفية نرجو من الله ذلك وأعملنا في ربنا كبير وهو ربنا مش هيكسفنا ومش هيكسر خطرنا وهو خلقنا بعيوبنا وسيقبل منا يعني ايه زي ما بيقولوا كده ايه جميل صحيح مش عن استحقاق ربنا يتقبل منا جميعا دكتور أحمد نندوح أمين الفاتوى وبدهر الإفتالي المصري بشكرك عالي توجد معنا شكرا كل سلام من طيبين وحضرك طيبه بخير يا رب مشاهدين الكرام الشكر موصول لحضراتكم لطيب المتابعة كل عام وأنتم بخير اللهم تقبل منا الأعمال واغفر لنا الدنوب يا رب العالمين إلى المنطقة